بسم الله الرحمن الرحيم طيب الأول هنجيب الصفحة سؤال الثامن سؤال الثامن هنبدأ نحل وكمان شو هنعرض أسئلة في النص كده السؤال الثامن بيقول ايه ده اللي احنا وقفنا عليه اذا تقلص حدث تقلص الانتفاخ اولي لورجة واحدة من نبات الست المسحي فكام عدد صفوف الوريقات التي تتدل طبعا عشان تفهم السؤال انت واخد ان الانتفاخ الاولي بيكون في قاعدة المحور الاولي والمحور الاولي بيتفرع الى اربع محاور سانوية وكل محور سانوي يحمل صفين من الوريقة صفين وجلنا الصفين ده بقى طب عدد ورقات كام بيختلف ممكن بقى اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة المهم نوما صفين يبقى معنى ذلك اربع في اثنين تطلع على طول تمانية يبقى اول اجابة تمانية واضحة دي لانا بقول انتفاخ اولي لورجة واحد لورج تمام لان كل ورقة زي ما انا قلت والفيديو اللي انا نزلته على اليوتيوب اللي كنت سمعته كل ورقة عندها محور اولي بيتفرع الى اربع محاور ثانوية وكل محور ثانوي بيكون موجود بيحمل صفين من الورقة احنا خدنا عدد انواع الانتفاخات اللي موجودة في نبات المسحية كام حبي عدد انواع الانتفاخات في نبات السلط المسحية كام ثلاث انتفاخ اولي وانتفاخ ثانوي وانتفاخ قاعدة الورقة طيب السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد بيقول اي الاجزاء في نبات الست المسحية لا تستجيب لعملية اللمس لا تستجيب لعملية اللمس الورقات بتستجيب الانتفاخات تستجيب المحور السانوي يستجيب والاول يستجيب اما الصق لا الساق لا تمام الساق اللي انت عارفه فيه مقدمة النبات تمام دي الساق اللي قادل ازينتان وكايب دي الانتفاخ هو اللي بالسجي السؤال اللي هنا بقى اللي كان دي في امتحامل كده بيقول بالاستعامل بالاستعانة بالرسم جل جل وبقى وبقى سبت معنى فيه حالتين ما خلص اللي عاوز اسئلة برا الجزئيات دي بيسأله عاوزه طيب هنسأل بس السؤال قبل ما نكمل الاسئلة بصيلي بس في السؤالين ده هم كده حاول تجاوب لان احنا عاوزين ايه يبقى مش كله كتابة هنتحل من هنا ومن هنا السؤال بقول اكتب من صلاة علمي تركيب يدخل دم زلون احمى ويخرج منه دم برضو لون احمى حاول تقول يلا نجاوب مع بقى انا عاوز التحديد بص الاجابات اختلفت ازاي اللي قال محفظة بو من صح اللي قال محفظة بو من صح بيدخل فرع شريان كولوي اللي هو الوارد ويطلع الشريان صادر ويطلع الشريان الصادر تمام لسه بدين يا حنين يلا وبالتالي هو هنا يقصد التفرع لجوه اسم الجمع اللي هي مواجهة محفظة بومان بيبقى تفرعات شريانية شريانية اللي هو بيسموه الجمع لكنه عاوز التركيب اللي بيدخله الدم المؤكسة جيو يطلع منه الدم المؤكس يبقى محفظة محفظة بومانية تركيز اليوريا بتكون بتكون فيه صفر مفوش فضلاء العضو المسؤول عن تكوين اليوريا اللي بيكون اليوريا الكبد كون اليوريا الكبد اما هنا بقى ينفع اتنين اللي بيخرج اليوريا فهينا لابد يقول اخراج الجزء الاكبر هنا اللي بيخرج حتين الجلد والكلية لو قال الجزء الاكبر يبقى الكلي طب الجزء الاقل يبقى الجلد تمام الجلد بنسبة صغيرة لذا فهو عضو سانوي والكليتين بنسبة اكبر فهو عضو اساسي تمام طب تمام فوصل لسئلة عشان بس نشوف الناس نيأكد انه هو مش ناجل اجاباته وره فاحنا منجيب له السئلة في النص نكمل حال عادي السئلة كتاب وكل برضو فترة نجي اعمل لك سؤال طي السؤال 11 سؤال 11 بيقول اي العبارات لا تنطبق على الاكسينات لا تنطبق على الاكسينات او الاجابة تتأثر بشكل كبير بالعامل البيئة كالحراء كالضوء والرطوبة والجزوية صح استخدام الانساء لزيادة معدل النمو نبات صح ايو الاكسينات اللي بيرشوها تمام عشان يزود حجم الصمرة وده صناعيا وده لي اثر ضرع الانساء مواد كما تفرزها القمة من نمو البرائم صح لا تستطيع النفاذ عبر قطع الاجار غلق لانها تستطيع النفاذ عبر قطع الاجار هي تنفذ عبر الاجار والجيلاتين لكنها تنفذ عبر صفيحة مع طبيعة عمل الاكسينات ايه لابرات تتفق مع طبيعة عمل الاكسينات طيب نشوف مادة جيلاتينية حبيب الاجار ده مادة جيلاتينية مصخرجة من تحليب الحمراء انت بتقول لي الاجابة ده طب نجرى سؤال سؤال ماشي انا منصدقكم بس نجرى سؤال سؤال كلما زاد تركيزها في خلاق الجز ادى الى تنشيط الاستطالة غلط ده بيعمل تصبيت لا اثر عكسي في الجز لا اثر عكسي كلما قل تركيز في الساق ادى الى توقف الاستطالة لا ما بتوجفش هي تجلل الاستطالة بس ما توجفاش الساق لا تتأثر بالعوامل الخارجية في كل الحالة بتتأثر طبعا بالدقر طوبة جزبية تنساب من اعلى الاسفل وده معروف في الوضع السفل للجزبية لشان كده هي محبة للجزبية ولا كارهة للجزبية اللي احنا نقولها باختصارا محبة للجزبية الارضية هي محبة للمية والجزبية الارضية لكن كارهة للضوء بتنجل من الجنب القريب للجنب البعي طب السؤال اللي بعد اي العبارات صحيحة اي العبارات صحيحة انا نسيبك تجاوب بقى انعلق طيب قلت انتو الاجابة دال طب جميل جميل اللي نعم خلينا نشوف وجود الوكسينات في الخلاي يؤدي لاستطالتها دائما فكلمة دائما غلط غلط لانه بيعمل الاستطالة في مين في الثواج بس اما في الجزر لا لو زيادة كبيرة لا يحدث اثر عكس نقص الوكسينات من الخلاي يعطي النموها دائما برضو غلط برضو غلط لانه نقص الوكسينات في الصاق يجل النمو مش عطه تمام وفي الجزر عادي بالنمو قليل ان الجزر عادي لقص الوكسينات عشان ينمو بس اجل ليس الوكسينات علاقة بالنمو لا طبعا لا اساسا هي المسؤولة عن النمو اصلا يختلف تأثيرها باختلاف مكان وجودها قلناها دي ودي رجعناها في الحس قلنا يا حبيب انه في الصاق بتحدث اصلا طرديا ورسمنا الرسمة كلما زاد تركيز الوكسينات زاد النمو وفي الجزر ترضي ثم عكس ترضي ثم عكس عشان ينمو عادي الوكسينات اجل لكن لو زاد عن حد معين يحدث اصلا عكسيا يحدث اصلا عكس احنا قلنا الشيء اللي يزيد عن حده ينجلب لضده ده في مين في الجزر تمام جميع تعالى قبل ما نسأل ونكمل بس كده هنسألك انا سؤال بس الاول وبعد كده نكمل برضه لو جيت قلت خلي بالك النباتات اللي يباريك لك حبيب النباتات المتطفلة كالهالوك او الحمو تمام لا تقوم باخراج انا هنجيب لك اختيارة ثاني اوكسيد الكربون الاوكسوجين المية والاملاح اختار من ضمن الاختراف النباتات المتطفلة لا تستطيع اخراج نسبة عالية من الاجابات الصح نسبة عالية من الاجابات الصح الله ينم الاوكسوجين ليه بقى بتطلع كل ده معادة الاوكسوجين لانها لا تقوم بعملية بناء ضوء لانها لا تقوم بعملية بناء ضوء كنبات الهلوك او الحمول وبالتالي ما تطلع اوكسوجين اما الاوكسوجين في النبات اللي عندنا زي الفول والبسلة وغيره يعتبر اخراج هيقول لي طب السن هي بتطلع سانوكسوكاربون ايو بتطلع سانوكسوكاربون بتعمل عمليات هدم عادي بتعمل عمليات هدم بتاخد اوكسوجين تمام من البيئة وتطلع سانوكسوكاربون في عمليات الهدم بتطلع مية ايوه لعملية التنفس ما في الهدمي بتطلع حتين مية وسانوكسوكاربو بتطلع ملاح عادي تمام لكن لا تخرج لأنها لا تقوم بعملية البناء الضوء جميل السؤال فاهم طيب ربنا اصر حبيب السؤال الثاني وباكن نكمل يلا سؤال الثاني ونكمل تمام يقول ايه يحتوي الرشيح الكلوي على كل المكونات الاتي او كل المواد الاتي عدا ركز كده واح الجلوكوز اليوريا فيتامين سي دال الالبيومي اختار في ناس متسرع في ناس للأسف متسرع عاوزة تنضرب والله عاوزة تنضرب تمام مش هنقول اسامية وفي ناس بدن تزبطي والجاو صح اللي قال القلب يومين صح هو السؤال بيقول يحتوي الرشيح الكلوي السؤال ما هو الرشيح الكلوي ما هو يلا حبيبي كده نقول ما با ما هو الرشيح الكلوي هو السائل اللي بيمر اللي بيمر من محفظة بوما الى انبوبة النفر اللي بيعدي من محفظة بوما الى انبوبة النفر ففيه كل المكانات الهاتية ما عدا فيه جولوكوز ايو فيه يوريا ايو فيه فيتامين سي ايو ما عدا القلب وميلها البروتين لانه بروتين والبروتين لا يرشح لا يرشح لكبر حجم اما الجولوكوز الجولوكوز يرشح ويعاد امتصاص فيتامين سي يرشح ويعاد امتصاص طب اليوريا لان انتم بتغبطوا في اليوريا دي خليبا اليوريا ترشح لكن لا يعاد امتصاص اليوريا ترشح اه ترش لكن لكن لا يعاد امتصاص البروتين وخلاة الدم لا ترشع فهمي الكلام فانت بتلقبط في النقطة دي جميل خلينا نكمل برضو بقى احساسه في النص برضو نسأل بعض الاسئلة كتذكرة بقى للخراج عشان ما تنساش باللي علي عشان ما تنساش خلينا نشوف السؤال اللي وقفين عنده اللي هو السؤال 15 السؤال 15 بقول لي السؤال 14 ده احنا قلناه في الحصة لكن تمام لكن اكد عليه بقول تجربة للتحقق من الانتحاد ضوي تم تعريض ساكن نبات للضوء من جانب واحد عاوز المناطق اللي فيها اعلى معدل للنمو اعلى معدل للنمو اولا الضوء جاي من ناحية المين فالاكسينات هتتراكم اكتر في الجانب البعيد الوساد او اين يعني سين ولام مرفوضي ما نختارهمش فاضل صاد وعين طيب ليه اخترنا عين ليه اخترنا عين ليه اخترنا عين اللي اتنين بعيدين عن الضوء بس ليه اخترنا لانه اصلا الاكسينات بتنساب من اعلى الاسف ما انا مقول لك بص يا حنين ركزي يا حبيب بس اوضحات الاكسينات بتنتقل هي تفرز من القمة النامية من القمة النامية لتؤثر في منطقة النمو فمنطقة النمو اللي اعين ام الصاد ده جزء القمة النامية ده جزء القمة النامية افهمتان طبعا اؤكد تاني ان السين ولام مرفوضي لانه ده جنب القريب للضوء والجانب القريب للضوء بيبقى فيه اكسينات اجل 35% ودي بتجلل نمو الساق لان ده ساق تمام ففاضل يا صاد يعين نختار مين هي الاكسينات اصلا بتنتقل من القمة النامية بص في كلمة نوضحها لك ونرجع تاني كده نوضح لك ونرجع تاني هي القمة النامية اصلا هي مصدر ركز فيه كلمتين افراز الاكسينات مصدر افراز الاكسينات وهي تعرف بمنطقة الاستقبال لابتستقبل المؤسرات الضوء والرطوبة والجزبية الارضي جميع طيب الاكسينات دي با بتنتقل لمين الى منطقة الاستجاب اللي هي المناطق اللي تحتها اللي هي منطقة النمو نفسها عشان تؤثر فيها عشان تؤثر فيها فهم الكلام عارف زي مين بالزبط زي مين ركز يا حبيبتي زي الغدة النخامية مثلا الغدة النخامية في الانسان مثلا بتفرز هرمون اسمه النمو هرمون النمو ده هيتن في الغدة النخامية ولا هينطاقل هينطاق ينطاقل العزاء فيأثر في طول العزاء فالغدة اللي أفرزته النخامي وتنجل لمين للعضم نفسه فنفس القصة من اللي أفرز الأوكسينات اللي أندول حمد نخليه القمة النمو هيتن في القمة النمو ولا لابد ينتقل لابد ينتقل عشان كده احنا نقول الآجار والجيلاتين مواد منفز الأوكسينات بتنفز صلاة نفز تحت فبتتنجل لمنطقة النمو واللي هي المنطقة اللي تحتها فكده السؤال خلاص واضح خلاص تمام اهو ده يرجع لي السؤالة يبقى صاد هو الجزء اللي هيفرز الأوكسينات فتبدأ تنتقل لين اللي هي منطقة النمو عشان تنمو وتستطيل بدرجة أكبر من من لام من لام يعني احنا لو قارن ما بين نمو سين ولام سين ولام من الأكتر فيه لو انا هنقارن بين سين ولام من الأكتر فيه لام مصبو لانتقال الأوكسينات لانتقال الأوكسينات طيب السؤال اللي بعده خمستاشر الشكل المقابل يوضح تجربة تستخدم للتحقق من تأثير الضوء على نمو سلاس بادرات نباتي ايه الاشكالاتية توضح نتيق المحتملة السيبة البادرات بعد مرور عدة ايام طبعا ساهل السؤال انت يبدو من ناحية اليمين فايلي حصل هتستجيب في هذه الحال نفس الكلام فتستجيب ناحية اليمي فالإجابة تكون ايه مين ادي اول بدر بس اينا خلي بالك ده غلاف منزوع القمة النمي وده مغطى بغطاء اسود وده قمة نامي يبقى الاولان الوحيد اللي حصل له انتحاق الاولان الاولى دي اللي حصلها انتحاق ماش دي حصلها انتحاق التانية ما حصلش ليه لانا فيه غطاء اسود ما حصلش انتحاق والتالتة منزوع ما حصلش انتحاق فالإجابة رقم بقى صح مظمو طب ساني في التجربة اللي هي مغطى بقطاع الاسود الاثنين هل يؤثر ذلك على النمو القطاع الاسود هل يؤثر على النمو لا ينمو عادي لكن يؤثر على الانتحاء فالوحيد اللي ينتحي هو رقم واحد اللي هي وجود القمة النمية يمين السؤال 16 السؤال 16 اي مما يلي يمثل او يوضح اثر وجود الاكسينات بتركيز عالي اثر وجود الاكسينات بتركيز عالي واضحة دي قال هيصبت استطالة خلايا الجزر هل هيزود الاستطالة بتقى الجزر لا هل هينقص الاستطالة الساكر مفروض زيادة هل زيادة الاثنين مع بعض لا ده تصبيت نمو استطالة خلايا الجزر وده طبعا واضح السؤال متكرر خمسين مرة طب شوف السؤال اللي بعده جميل السؤال اللي بعده حيلا عشان بس انا هنوضح فيه ملحوظة مهمة جدا انه طالب وضع السيس خلي بالك في احد النباتات في حالة انتحاء هو النبات كان في حالة انتحاء ثم تم تعريض هذا السيس الى دوق مصباح في الاتياء الموضح تياء ده الدوق جاي هنا المنحظات ستصف تياء نبات خلال عدة ايام ايه اللي احصل هو كان حاطة النبات منتحي كان منتحي هنا وعرضوا للضوء ناحية العكس اكيد هيستمر في النمو رأسيا ثم باكبت هي المصباح الله ينو مصبو ليه با ده يدل با لمعلومة مهمة جدا عشان فيه ما كان السؤال انا الانتحاء مؤقت ولا ده الانتحاء مؤقت ام ده مؤقت جميل الله ينو مؤقت ليه با انت كنت جايب وخلي بالك هنا منتح بعيدا هنا ناحية اليمين حضرتك با هتدي له الضوء هنا من ناحية اليسار جميل هحصلوا اول خطوة هيستقي لانه نموت غير طب انا لو زودت له الايام بقى يبدأ ينتحي ناحية الضوء ناحية المصباح نفسه وبالتالي الاجابة فعلا صح جي ده يدل انتحاء مؤقت طيب والاول يستقيم يا حبيب يا حبيب قال بص يعني مراسيا يعني يستقيم لانه هنا السؤال هو مش هنتحي ناحية المؤثر مرة واحد الاول يستقيم تمام بمعنى ان انت لو عرضتين مثلا مثل ثلاث يام للضوء ناحية المين ورجعت هينتح ناحية المين رجعت عرضتي ثلاث يام ناحية الشمال ضوء يبدأ يستقي طب عرضتو ثلاث يام زيادة بقى ينتحي ناحية الشمال تمام يعني هنا خلي بالك ممكن مسلا يقولك في السؤال ان نفترض انه حصل الانتحاء في ثلاث يام انتحاء في ثلاث يام خلي بال وبعد كده حصل اللي هو عرضناه للضوء لمدة 3 يام فهينا نقول انه يستقيم لكن لو عرضناه 6 يام لا يستقيم الاول يام مراصيا ثم بعد كده في اتجاه المصباح حسب السؤال وضع نبات في كأس بيه مي ثم تعرض اضوء من اتجاه واحد تمام السؤال بيقول مر اسم مباني وعبر هنمو خلاة جزء المواجه للضوء في الجزراء طبعا معروف هيكون هنا العلاقة به العلاقة به هينمو بس النمو ضئيل نمو ضئيل تمام وده جزء المواجه لمين للضوء خليبان ركز بيه سمعاي طيب كمل كده ده علاقة اكسية علاقة اكسية يا حبيب ده النمو المواجه للضوء يا حبيب ركز الله دي المواجه للضوء كم في المي خمسة وثلاثين في المي يبقى علاقة طردية والعكسية طردية تمام اما لو جال النمو الجانب البعيد عن الضوء تبقى تختار جيم تختار جيم تمام بس فهم القصة فهم القصة اما لو جال لبقى نموه وخلاص في الجزرة بيبقى ترضي سمعكس ده ده لو بشكل عام لو بشكل عام اما هنا سؤال محدد المواجه للضوء طيب لو جال الجانب البعيد عن الضوء يبقى العلاقة جي لكنه اعزه القريب للضوء فهم طيب خلينا نكمل كده وبعد كده نسأل سؤالينجو ده سؤالينجو ده سؤال 19 بيقول اين مما يلي يمثل اثر تركيز الاكسينات على النقطة ايه ان ده النقطة ايه من الرسم البعيد ده معدل نمو خلا نبات وده تركيز الاكسينات ده علاقة طردية علاقة طردية يبقى اكيد ساق على طو اكيد ساق منشط لنمو الساق احنا قالين ان الاكسينات بتؤثر على النمو بالتنشيط او التثبيت التنشيط في الساق وتثبيت في الجزر تمام وده واضح السؤال خلص ما هوش اي لف ولا دوران ده السؤال بعد ده ساق نبات تم تغطية قيمته بغطاء زجاجي غطاء من الزجاج وعرد للضوء بعد مرور عدة ايام تختار ايه تختار ايه طبعا ينتحي في اتجاه الضوء ليه بينتحي في اتجاه الضوء ليه 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 اخترت ليه لانه غطاء زجاجي مش غطاء اسود غطاء الزجاجي ده من خلاله ينفذ الضوء عادي ضوء بينفس اما الغطاء اسود ماشي لا لكن هنا ده غطاء السجاجي نافذ بيكون منفس الضوء تمام ماشي ركز بها عشان كده اقول لك بوده تجرى السير كوي اين مما يالي صحيح بعد صحيحا بنسبة انتحاء الضوء للجز في الوضع الرأسي والانتحاء الارضي للجز في الوضع الافقي لانه طبعا عشان احصل انتحاء الارضي لا بد يكون فضع افقي هتختار ان زيادة الاكسينات تعطل الخلايا عن النمو صح مزبوط صح هو نفس الكلام بيعيد فيه هو هو بيعيد فيه تعمل الاكسينات في نفس التيال مؤثر ثانية 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 عشان نقول ملحوظة مهمة دي خلي بالك هو الاكسينات قد تعمل في نفس التيال مؤثر وقد تكون بعيدة عن المؤثر وده نقول لك ملحوظة مهمة تكتبها ثانية واحد طبعا والسؤال ده واضح مفوش اي مشكلة زيادة الاكسينات تحافظ خلال النمو في الجزر لا طبعا ده بتعطل النمو بتعطل مين النمو بص انا هنكتب لك حاجة بس مهمة عشان تكتبها بص في الصاق انا هنكتب وانت اللي هتجاو في الصاق خلي بالك ما مهم يقول لي يكون الانتحاء يكون الانتحاء في اتجاه انتشار الاكسي في نفس اتجاه ولا عكس اتجاه الاكسي انا تكلم على الصاق يكون الانتحاء في نفس اتجاه انتشار الاكسي يعني اللي هو الزيادة بتاعة الاكسي ولا عكس اللي جاء العكس صح ده في الصاق اللي جاء العكس صح ده حليني السؤال زي بالظبط فيه كتاب امتحان في الحص طب اقول لي طب استنى طب قول لي مثال قول لي مثال نقول لك أنا مثال الصاق هو اللي مين الاكتر من الاكتر الجنب المظلم ولا المضيق في الاكسينات احنا لو قلنا ان ده ضوء ده جنب مضيق وجنب مظلم صح ايو ما نقل ده كام 35 وده 65 ده مظلم صح المظلم 65 فالانتحاء هنا لسا احنا نقول الضوء جاي ناحت مين اليمين الاكسينات بص عشان تفهم الاكسينات طبقا للرسمة طبقا للرسمتي انا جاي بالضوء يمين الاكسينات هنا اكتر ناحية اليسار الشماء طب والانتحاء بتاع الصاق ها ناحية اليمين نحو الضوء معنى ذلك ان انتحاء الصاق بيكون ايه عكس اتجاه تراكم وانتشار الاكسينات ده في الصاق خلص دي سواء في الانتحاء الضوءي او الارضي الماء ما بتأثرش طبقا ده الكم ده في مين في الصاق طب يكتب بقى كده في الجزر بقى في الجزر يكون يكون الانتحاء ها في نفس اتجاه تراكم او انتشار الاكسينات في نفس الاتجاه ودي قلناه في الحص نفس الاتجاه لما نقولك مثلا والله طب ناخد مثلا ماس الضوء برضو احنا ناخد الاكسينات او هنخلي الضوء برضو يمين خلي بال 35 65 اكسينات طيب جميع الاكسينات اكتر فين الاكسينات اكتر فين في المظلم اكسر تراكما في المظلم لو ناحية اليسار الشماء طب وانتحاء الجزر بعيدا عن الضوء يعني ناحية اليسار برضو يبال الاتنين في نفس الاتجاه وطب بقى بقى كل ده بص الخلاصة من الاخ الخلاصة من الاخ تمام وضح كمل كده كمل اسئلة بعد كده هنعرض انا السؤال ده السؤال اللي احنا وجفنا عليه تمام اللي هو 21 تعال للسؤال 22 ده قمة نامية في وضع افق جميع معلقة داخل صندوق من اي الفتحات يمكن تعريض تعريضها للضوء بحيث لا يتعارض مع انتحقها السالب للجاذبية الارضي للجاذبية الارضي طيب هو بدي قمة نامية في وضع وفقي معرضة وانتحق سالب يقصد ساق يقصد دي ساق والساق بتكون ضد الجاذبية الارضي انها سالب الموضوع الانتحق وده انا اخدوه لسا في سؤال انه ممكن يجيب لك انتحقين مع بعض وده انا وضحه لك لسا في سؤال تمام في كتاب تاني اعتقد مش في كتاب الانتحق طيب هنشوف السئلة لسا تاني اي العبارات غير صحيحة اي العبارات في سؤال 23 غير صحيح الضوء لا يؤثر على لوكسينات المتحكمة في نمو الساق طبعا بيؤثر الرطوبة تؤثر اي الرطوبة لا تؤثر على لوكسينات متحكمة في نمو الساق اي وضي صح الجاذبية تؤثر في لوكسينات المتحكمة ايه صح لكن الضوء لا يوس وص متحكمة لا طبعا بيؤثر اي العبارات بعدها 24 غير صحيح 24 اي العبارات غير صحيح الساق سالب للإنتحاء الأرضي لحد الوقت صح وموجة بالإنتحاء المائي غلط هو سالب إنحاء الأرضي لكن مش موجة منتحاء المائي لانه لا يتقص لكن الباقي الساق موجة الضوئي والسالب الأرض صح الجزء السالب في الضوئي وموجب في الماء صح الجزء الموجب في الأرض وموجب في الماء صح أما رقم به في الجزء الأول صح والجزء التاني غلط لابد تجرى السؤال للآخر لابد تجرى السؤال للآخر النهاية خالص تمام احنا قليل نحص حل يا حبيب وفي نفس الوقت هنبدأ نسأل أسئلة تاني طيب بصيلي بقى السؤال ده بقى مهم السؤال ده مهم 25 ده جلزء من نبات الست المسحية حدد عدد المناطق اللي بتتحرك عندها حلول الضلاء عاوز شوف انت اجابتك طيب من خلال الشكل اللي قدامك هم ست وطبعا عاوز من خلال الشكل خلال الشكل ست ليه ست ليه 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 ست اولا محور اول هنطبق نحو الارض وطبعا من خلال الشكل هنا محور ثانوي احنا ما عندنا الشناء لا في الشكل هو الوريقات في عندك اربع ورائقات بالشكل انا متكلم على الشكل نفسه بقول من خلال الشكل تمام يبقى انا ستة ليه محور اولي واحد المحاور السانوية واربع ورائقات فيكون التوتل ككل ست تمام الا بقى لو جاب بص شكل تاني وجاب لك فيه ورائقات اكتر يعني ده مثلا فيه ورائقات ودي ورائقات ودي ورائقات هتعد لكل تمام احنا ما وضحه يا حمد نعوز من خلال الشكل من خلال الشكل المناطق اللي بتتحرك الانتفاق بيطلع منه مية الانتفاق بيخرج منه مية معاز المناطق اللي بتتحرك تمام من خلال هذا الشكل تمام عندك بصي على الفيديو اللي موجوده على اليوتيوب هتلاقيه موجود واضح فيه الانتفاقات بالتفصيل حنا تمام السؤال 26 حلنة ألف ده حلنة في الحصة والسؤال 27 عاوز نموت جانب البعيد عند الضوء حلنة لإجابة رقم با دي صح ده حلنة في الحصة دي تمام طيب خلينا نشوف السؤال 28 وعشرين برضو حلنة في الحصة ده برضو تشار الأكسن معرض لضوء من الجانب الأيمن وهنا الجانب الأيمن يعني معناها الجنب اليمين العادي سيكون الأكسنات ده مضيء وده مظلم بخمسة وثارتين خمسة وستين عادي تمام؟ حنا نقول يا أمني جنب اليمين عادي ما افتخديش بقى موضوع اللي هو الوضع التشريح ده في الإنسان موضوع اللي هو القلب يمين وشمال ده ده ما نكون أنا مثلا منبص الشخص منظر أمامي اللي هو الفنترل معايا غير الدرسل اللي هو الظهر فده أنا منجلب آه يمين اليمين وشمال شمال لما يكون اتنين في وش بعض تمام؟ لما يكون دراع اليمين بقى بالنسبة له شمال والعكس يعني أنا متكلم عن نبات عادي اليمين يمين عادي فده اليمين يمين مضيق وده مظلم تمام؟ واضح؟ سؤال تسعة وشين بقى بادرة نبات في الصيس تم وضع على أحد جانبا أي من أشكال يعبر يحدث للبادرة بعد عدة أياه بعد عدة أياه طيب هي في وضع هي في وضع أفقي وضع أفقي تمام؟ إيبا إيه لحسن ستنمو الريشة مستقيم منحانية اللي أعلى والجزء المنحاني اللي أسو فالإجابة رقم بقى صح إجابة رقم بقى صح مصبوط لأن الريشة ثالبة الانتحا الريشة ثالبة الانتحا بينما الجزير موجب الانتحا الارض جميل والسؤال 30 31 حلناه السؤال 30 31 لأنه بتنمو الأعلى مري بتنمو الأعلى تمام؟ هنا النمو نفسه مش لأعلى كتير هنا حصل إنه حلال أعلى ضد الجزبية الأرضي ضد الجزبية الأرضي طيب فيه سؤال هنسأله وبعد كده هتكمل لأنه حلالت سؤال 30 31 فيه درس لو دي قالني بص بقى كده في الكل ركز في السؤال كده هنقول بيكون عدد نقاط أقل من عدد محافظ بوما كده سؤال فكر بدجي وح بدون الساعة هل انسناءات هنال دي دي ايه على الشطرة دي ولا القنوات الملتفة القريبة ولا الجمع ولا القنوات الجامعة شطار يا حبيب شطار حلوية تمام القنوات الجامعة لأنه عدد محافظ بوما هي نفس عدد انسنات نفس عدد قناة الملتفة القريبة نفس عدد قناة الملتفة البعيدة نفس عدد الجمع لكن القناة الجامعة أقل هي القناة الجامعة أقل ليه لأن القناة الجامعة بيتصل بها أكتر من نفرون مثلا عشر نفرونات عشرين مثلا احنا قلنا في سؤال كان في الامتحان عدد قناة الجامعة بتسوي عدد النفرونات على شو بقى هو متصل بكام عشر نفرونات اكسمع على عشر متصل بعشرين اكسمع عشرين وهكذا تفهم الكلام طيب السؤال بقى انت كده حلت الاسئلة الاختيارية كلها في الاسئلة المقالية المقالية وبرده نسا طبعا هنا بيقول حالتين لنبات الست المسحية التانية بتنمو قليلا وتقوم بعمل الكليتين يا بسمال وتنمو معناها ان عادة او حاج محافظ موما بتزداد ما الفارج بين الف وبيه طبعا معروفة ان ده في حالة ايه حالة العادية ودي حالة لمس او حلود ظلا طيب السؤال بس انا عز اللي من السؤال الرابع السؤال الرابع تمام بيقول ليه في ايه الحالتين ايه الف وبيه تزداد كفاءة النبات للقيام بعملية البناء الضوئي مع تفسير اجابة ايه يعني ده ما سؤالي نحن تكلم عليه الحالة الف طبعا ليه الاوراق منبسطة تمام الاوراق منبسطة متبعدة فهتساق بالاكبر قدر من الضوء يعني زيادة مساحة سطح الامتصاص تمام زيادة مساحة سطح الامتصاص تمام يبقى الاجابة تكون الف وطبعا هنا التفسير ماشي بسوأ نقول بسبب يعلاق ما ونفس النظام ما هي ان الاوراق منبسطة متبعدة هنا بيقول عوامل خارجية وعامل داخلي تفسير حركة نبات الست المسيحية بيعتمد على عوامل خارجية وعامل داخلي هو في نوعين بقى بص عشان هنسأل سؤال برضو عوامل خارجية اللي هي اللمس او حلول الظلام او وجود المؤسرات الخارجية كالضوء الرطوبة الجاسبية الارضي طب من العوامل الداخلية تمام في حركة اللمس يا مري في حركة اللمس اما في الظلام لا ما بيعملش بناء ضو حالتين حوامل داخلية اللي هو انتقال ونفاذ الماء انتقال ونفاذ الماء تمام وايضا موضوع الاكسينات تراكم الاكسينات تمام موضوع تراكم الاكسينات في الزرية الانتحاء لذلك نسأل سؤال بها مهم هي حركة اللمس والظلام والظلام الحركات دولت مقارنة بحركة الانتحاء من الاسرع من الابض طبعا اسرع ما يكون اللمس وبعده زي ما نقول في حصة الظلام واقلهم الانتحاء هو الابض طب الاتنين دولت حركات مقارنة بالانتحاء سريعة اما الانتحاء فحركة بطيئة حركة بطيئة تمام عادي الدول صناعة مش لازم دولنا ماشي يا امني طب السؤال هو اللمس حركة سريعة سريعة بتعتمد على المية تعتمد على المية فهي حركة سريعة اللي هي انتقال المية بالخصة الهين يا حبي خصة الهي الاسموزي انتقال المية عبره خصية اسمها الخصية الاسموزي اما دي حركة انتحاء بطيئة بتعتمد على انتقال الاكسينات وانتقال الاكسينات بطيئة بيكون بطيئة الهرمونات بيكون بطيئة انت فاكر في حصة اللي احنا شرحنا فيه الجزء اللي احنا قلناه في جهاز الغدد الصماء والجهاز العاصبي قلنا ان جهاز الغدد الصماء بيكون ابطى من جهاز العاصبي من الاسرع الجهاز العاصبي الجهاز العاصبي اسرع لكن يمتد لفترة قصيرة لكن التاني بانتقال بفترة طويل تمام اللي هو الهرمونات انتقال الاكسينات طبعا معروف انه بخصية الانتشار ده طبيعي ده طبيعي بخصية الانتشار لو من تركيز عالي تركيز منخف عشان كده فينت كان عامل صفحة مايك لمانع انتشار الاكسينات من جنب ده للجنب ده تمام طيب شوف بقى كده السؤالين اللي هم في المقالة احنا كده المقالة تقريبا كنا حلين السئلة فيه اه يعني ده كله محلول خلينا نشوف السئلة المستويات العليا كده سئلة المستويات العليا السؤال اللي عندك فيه اول سؤال في السئلة المستويات العليا بيقول ليه في ايه الاشكال تعبر النقاط الحمراء عن الأكسينات في أي شكل تعبر عن قطاع طولي بالقمة النامية بالشكل مقابل بعد المرور فترة من الأكسينات الضوء جاي ناحية الشمال وهذه قطعة أجار والأجار منفس والأجار منفس السؤال تختاره وعاوز نفسر له طبعا الأكسينات بدل الضوء هنا يبقى تنتقل إلى الجنب الثاني المفروض هتنتقل الأكسينات إلى النقاط الحمراء عن يمين يعني عندي ده الغلط وعندي بيه غلط فاضل يا ألف يا جيم فاضل يا ألف يا جيم انتو اخترتوا ألف ليه ليه اخترت ألف ليه اخترت ألف ليه ما اخترتش أنا مثلا جيم طب ما ألف وجيم صح لا ألف هي الصح ليه ما آه جميل حصل استطالة حصل استطالة للخلاكة بص على سؤال جميل على ضقة الرسم شايف هنا الخلاكة عاملة ازاي طوله عاملة ازاي بص هنا على الخلاكة عاملة ازاي حصل استطالة للجنب الهين البعيد عن الضوء نفسها قوي البعيد عن الضوء يبقى أما هنا لا ده عامل الاستطالة هنا أكتر في الجنب ده أكتر من ده وده غلط فهمت الكلام يبقى الاستطالة في الجنب البعيد أكتر من الجنب القريب من الضوء فده السؤال الأول فاسلة المستوى شوف السؤال الثاني ده احنا واخدينه برضو فيه الحصة وضيفة مادة عنده الحمد الخليك عاوز أثر زيادة الوكسينات على قمة نميل الساق والجز طبعا الساق ترضي والجزر عكسي خلص يبقى خلاص يبقى ألف ده واخدينه في الحصة الساق اهو اللي هو الأحمر الساق اللي هو الأحمر ترضي طب والجزر اللي هو الأزرج المنجد ده عكسي لو زاد عن حد معين مظبوط طب هنا بقى السؤال ده ده بقى درة نبات مسبتة على سطح ركز بقى يدور أفوقيا وتتعرض للضوء من جانبها تم تدوير البادرة يومين ثم تركت سابتة ليومين تاليين عاوز إيه اللي يحصل للريشة للبادرة بعد مرور الأربع تيام بعد مرور أربع تيام اخترتوا اللي جاب أليف طب نشوف نشوف تفسيرك بقى طيب السؤال هنا اتجاد دوران كده هو بقولي الأول عردت للضوء من جانب واحد وهي البادرة مسبتة على سطح يدور أفقي تمام وعردت للضوء من جانب واحد ثم تم تدويرها تمام تدوير البادرة لمدة يومين هو الأول جالك حصلها تدوير لمدة يومين لما اندورها هنا بصكت هي دوران كده خلي بال ده معناه ان الضوء هيوزع بانتصام في الجوانب هيوزع بانتصام فكده الأكسينات هتتوزع بانتصام فكده بينمو رأسي عادي ينمو رأسي عادي طب بعد اليومين التانين بقى ركز كده بعد اليومين التانين انت واخدت دوران كده رك هتدور تاني بقى اما تثبتها يومين تانين كده هتعرض للضوء من جانب واحد هتعرض للضوء من جانب واحد فكده حصل انتحاء نحو الضوء فتنتحي نحو الضوء فتكون الإجابة فعلا هي الإجابة ألف صح الله ينمو مزبوط الاسل الفضل الأخير السؤال ده السؤال الرابع ده التحقق من السيابة الساق لجذبه الأرضية ايه لاشكال توضح العينة الضابطة لهذه التجربة عينة ضابطة لهذه التجربة وخلي بالك عاوز يوضح السيابة الساق للجذبه الأرضي هنا في ضوء وده طبعا ده وده رأسي لا ما ينفعش والثلاثة ده وده أفق بس هنا في ضوء ما ينفعش وهنا في ضوء برضه ما ينفعش أما هنا في الظلام فالإجابة ده خلي بالك في السؤال لو تمت في نفس الظروف يعني في نفس الظروف تمام؟ في نفس الظروف نفسها إنها فضع أفق لأنه شرط الانتحال الأرض يكون فضع أفق وإنما يكونش فيه مؤسر تاني ما يكونش فيه مؤسر تاني تمام؟ هو ده الفكرة كانت في نامة السؤال نفسه أنا بقولي التجربة الضابط وأنا بقولك عشان كده إحنا ممكن نعرض إنه مثل كازا مؤسر وده أنا أعرض له لسه فاسلة طبعا موضوع الدوران هيأثر طب موضوع يأثر طيب سؤال الخامس والسادس ده بزرة نامية لنبات الفول زات جزير في مستوفق وده على قرص يضر رأسيا ببط حاول نفسه لمدة 3 تيام أي الأشكال يوضح شكل الجزير بعد مرور 3 تيام خلي بال وركز السؤال ده مطور كارابي وده عملية الدوراء نفسه بقول قرص يدور ببط قرص يدور ببط تختاري الإجابات اختلفتين هو الجزير اللي ما يحصل له دوراء حصل له دوراء هل الأكسينات ما حصله عملية لها الدوراء الثانية واحدة كده بس عشان الرسمة خلينا ندور عليها فيه لانه موضح لك الدوراء نعمل ازاي بالزبط ها السام عامل كده بس دوراء كده دوراء كده خلي بال فانتبع لبق ما يحصل دوراء الأكسينات مش هتنتقل الجانب السفر يحصل له توزيع عادي وبالتالي مش هحصل انتحاء تمام هتتوزع بانتظام عادي تمام وبالتالي معنى ذلك مش هحصل انتحاء لانه الدوراء بالابتجاه اللي انا عملته بالسهم كده لانه عشان الصورة مش هتتحة في الحتة دي تمام واخيرا في السؤال ده اي الجانب يحدث لها استطالة للخلايا استطالة للخلايا ده اجار بيحتوي على اكسين مين اللي بيحصل له استطالة نفس الفكرة خلي بال صاد وعين صاد ده الاكسين انتقل هنا اكتر تمام وعين عند الجانب الهين ها الجانب العلوي الجانب العلوي اما لام ده السفلي وطبع انت بتكلم على جزير من البيان مو اكتر في الجزير الجانب العلوي طب مين اللي بيحصل له تثبيت للخلايا تثبيت للخلايا واقف للخلايا سين ولام طبعا اللام مصبوط اللي هو الجانب السفلي للجزير يعصاله تصبيط ولام لأنه فيه أكسينات أجل هو المفروض يقول يجلل يجلل النمو يجلل النمو معايا هنا ماشي تصبيط في لام أما بالنسبة للسين يجلل النمو إذن هنا تكون إجابة فعلا الرقم تمام بس وأنا استطالة اللي بيسأل بقى بيقولي استطالة الألف ليه اللي مش فهم السؤال الرقم واحدتان هو السؤال أنت الأجار هينفو زي بص قطة الأجار هنا هيعدل السنات إلى صاد أكتر أكتر من سين فصاد تنمو أكتر من سين طيب واخترنا عين ليه عين اللي هو الجانب العلوي أنا هنسألها هو في الجزير من اللي ينمو أكتر العلوي أو السفلي في الجزير من اللي ينمو أكتر قلنا الجانب العلوي أما في الصاق اللي بين مو أكتر الجانب السفلي فهي من اللي احنا قلناها في الحصة اللي فات بالتفصيح فهي من اللي ينمو أكتر من السفلي هذا الجزء الذي يكون خاص بالانتحاق تمام؟ إذا كان لديه السئلة تسأل اشتركوا في القناة